ومن الامركة ومن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية إلى الحماية العسكرية من حلف النيتو سأذهب بكم إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي ومر الكلام في الحلقات المتقدمة عن الشرعة الدولية ومن أن الجندرة صار جزءا من الشرعة الدولية التي تشرف عليها الأمم المتحدة ويقوم مجلس الأمن الدولي بحماية ذلك الحماية من جميع الاتجاهات هذا المصطلح الشرعة الدولية مثل ما بيّنت لكم في الحلقة الأولى عنوان رسمي في ثقافة الأمم المتحدة يطلق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العهدين الدوليين العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الشرعة الدولية رموزها الرئيسة هي هذه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن أي إنسان نتحدث عن الإنسان الجندري يفترض أن نغير تعريف الإنسان فإن الإنسان يعرفه الفلاسفة ويعرفه المناطقة بأنه حيوان ناطق بعد كل هذا الذي جرى لابد أن نعرفه بأنه حيوان جندري ناطق حتى تستخيم الأمور مع قوانين وقواعد الثقافة الجندرية التي هي جزء من الشرعة الدولية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنه الإنسان بكل طبقاته الجندرية بكل مجموعاته هذا الإنسان ما هو برجل وإمرأة أتعلمون أن الرجل هنا بحسب ما هو موجود الآن يشكل بحسب الطبقات الجندرية المجموعات الجندرية يشكل نسبة واحد إلى هدعش وكذلك المرأة نحن عندنا L لسبيان سحاقيات جي غي مثليون بي بايسكشوال الذي يكون ميله أو التي الذي أو التي الذي يكون ميله مزدوجا والتي يكون ميلها مزدوجا للرجال والنساء هذا الصنف الثالث LGBT تراز جندر الذين تحولوا من الذكور إلى الإناث أو من الإناث إلى الذكور هذه المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المتسائلون المتحيرون كوير المتحررون المتحررون جنسيا المجموعة السادسة انترساكس الخنثة الخنثاوات المجموعة السابعة أي أي سكشوال الذين لا يملكون ميولا جنسية من الذكور أو من الإناث هذه المجموعة الثامنة بلس باب مفتوح للتاسعة وما بعدها بلس وصلنا إلى الرقم التاسع وهنا عندنا رجل وإمرأة ستكون النسبة واحد إلى اهدعاش الرجل واحد إلى اهدعاش والمرأة واحد إلى اهدعاش فحينما نتحدث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إننا نتحدث عن الإنسان الذي هو حيوان جندري ناطق بحسب هذه المجموعات بحسب هذه الأصناف الثقافة تتغير بكاملها والأمر هو هو مع العهدين الدوليين إننا نتحدث هنا عن الواقع الجندري عن المجتمع الجندري والذي يبنى شيئا فشيئا والبداية من القوانين البداية من الاتفاقيات الوقت يجري سريعا كان في نية أن أقرأ عليكم شيئا مما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومما جاء في العهدين الدوليين يمكنكم أن تذهب إلى الموقع الألكتروني الرسمي للأمم المتحدة كي تطلعوا على الشرعة الدولية التي هي شرعتنا جميعا دولنا وحكوماتنا في شرق الأرض وغربها قد وقعت في أي بلد أنا أم أنتم في أي دولة نكون فإن الدول جميعا قد وقعت على اتفاقياتي ومعاهداتي وقواعدي وقوانين الشرعة الدولية ونحن تابعون لبلداننا وحكوماتنا نحن رعية نحن رعاية والرعي الحاكم الذي يحكمنا هذا هو الواقع الذي عليه الناس في شرق الأرض أو في غربها من جملة الشرعة الدولية هناك اتفاقية سيداو وهي اتفاقية مشهورة ومعروفة جدا في الأوساط الإعلامية وفي الأوساط الثقافية وفي الأوساط السياسية وفي الأوساط الجندرية اتفاقية سيداو التي عنوانها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من جملة ما جاء فيها سأقرأ عليكم في المقدمة في مقدمة هذه الاتفاقية وإذ تشير هذه الاتفاقية وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية و يعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية ويستمر الكلام أنا لا أجد وقتا كي أقرأ لكم بقية المواضع التي شخصتها أن أقرأها في هذه الحلقة سأذهب إلى ما جاء في الجزء الرابع من أجزاء هذه الاتفاقية المادة 15 وتشتمل على الفقرات التالية الجزء الرابع المادة 15 وهذه الفقرة الرابعة تمنح الدول الأطراف الدول الأطراف التي وقعت على هذه الاتفاقية ودولنا جميعا قد وقعت على هذه الاتفاقية تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم ماذا يعني هذا يعني أن الزوجة بحسب هذه الاتفاقية وبحسب القوانين التي ستشرع في البلدان التي وقعت على هذه الاتفاقية بإمكانها أن تعيش وحدها في بيت وتترك زوجها وأطفالها في بيت آخر وربما تسكن في مدينة أخرى وتبقى حقوق الزوجية لها دقيق النظر والأمر هو هو مع الرجل أيضا لكن الاتفاقية لا تتحدث عن حقوق الرجل إنها تتحدث عن حقوق المرأة الاتفاقية من أولها إلى آخرها تتحدث عن المرأة للطريفة فإن البريطانيين هنا وحتى الفرنسيين وحتى الألمان الأوروبيون جميعا لكننا نسمع هذا في الأجواء البريطانية يقولون من أن القوانين في بلداننا تعطي الحق أولا للمرأة وثانيا للطفل وثالثا للكلب ورابعا للرجل وهذه حقيقة قد لا تكتب بشكل رسمي لكن على أرض الواقع هذه حقيقة هناك الكثير من الشواهد التي تصدق هذه المقولة فهم هكذا يقولون على سبيل الطرفة المرأة أولا الطفل ثانيا الكلب ثالثا باعتبار أنهم يربون الكلاب في بيوتهم الرجل رابعا أقرأ الفقرة التي قرأتها عليكم وانتبه إلى أشفاظها تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم القضية واضحة ولا تحتاج إلى تعليق طويل جدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر